بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدان مستقررين ان يوم الحد عندنا بنتكلم عن التوافق والسعادة وفي الغالب بنجيب بعض الحاجات الازمات اللي احنا بتعرض لها في البيوت عشان نحاول نحلها النهاردة عندنا حاجة شويتين تلاتة بتبقى مزعجة لما تكون في البيت ويختلف عليها لازواج احنا عندنا ساعات بيبقى عندنا اتجاه في البيت ان فيه حد عايز يخلف كتير وفيه اتجاه بيقول خلينا بالعقل فبتبقى فيه خناقة في البيت خناقة في البيت ما بين اتجاه عايز يتعامل مع مسألة الخلفة بالتزان والتجاه مش عارفين هو فكرة ان هو يخلف كتير جاية له منين انا اقول لكم الحقيقة لما بتجيلي في جلسات الارشاد الزواجي مسألة اللي حد عايز يخلف كتير بيبقى حاسس انهم مدفوع مش من حاجة حقيقية لان فكرة ان يخلف كتير دي مش هي دي المفهوم الصحيح لمسألة الاسرة لان فكرة يخلف كتير دي بتتعارض مع اللي انا فهمه عن جودة الاسرة لان جودة الاسرة في الحقيقة ليست بالعدد ولكن جودة الاسرة باستثمار المدد يعني جودة الاسرة بان انا استثمر نعمة ربنا علي مش ان انا يبقى عدد كبير قبل ما تتسرع وتقول لي ان انا بتكلم على مسألة الزيادة السكانية انا بقول لك ان انا بتكلم على مسألة الزيادة السكانية انا بقول لك على ان احنا مخلوقين البيوت نفسها بتضج فالفكرة اللي عندك دي راجع نفسك هقول لك حاجة انا رجعت وقراك انا بقالي سنوات طويلة قاعد برصد هو وبتيجي بتيجي منين فكرة ان احنا عايزين يبقى عندنا اولاد كتير فلقيتها بتيجي من المصدرين المصدر الاولاني التراث الشعبي اللي هي فكرة ايه تغلبي بالولاد ادي حاجة فكرة هو ان انت ربط الراجل بالولاد طب الراجل لو اول عايز الولاد تبقى فكرة العزوة بقى انا عايز اولاد كتير عشان العزوة ده اتجاه وده اتجاه كبير على فكرة اتجاه مش صغير اهلنا وناسنا عاشوا الاتجاه ده وطلعوا اولاد تلت ارباعهم ما تعلموش وتلت ارباعهم عندهم ازمات نفسية احنا بنحصد يعني الجيلين اللي فاتوا دولا حصدوا هذه الافكار اللي جاية من التراث الشعبي حصدنا حصد مر فيجي لحقنا التاني بقى اللي استخدم بقى التراث الشعبي ده بقى صاحبنا ابو افكار بقى ايه متطرفة ومتشددة قال اه انتوا عايزين تقللوا المسلمين احنا نمشوا رحاضة النبي صلى الله عليه وسلم وقع الولد والولد بيجي برزقه وهو تقوله الكلام ده وهو دايما الشخص اللي بيقول لمراته احنا عايزين نخلف كتير وهي بتقوله انا حسن ان انا في خطر على حياتي هقول لها لا انت مش هتؤمني ولا ايه انت عندي اختلال في الرضا فايه اللي حاصل احنا عايزين نكثر ونكثر سواد الأمة وهو في الحقيقة محتل مفهوم الأمة محتله وهو في الحقيقة اقول لك الحقيقة ما انا قاعد بقى موريش حاجة غير ان انا احلل ده هو الراجل عايز يخلف عشان هو تربط تربية معينة بتخليه حس بان الفحولة مش هتحصل غير لما يخلف كتير فهو يخلف كتير لان ده عايز يساعده على الفحولة ويساعده على ان صورته تبقى هو اللي هو انتج للأمة جيل عارف فكرة انتج للأمة جيل يعني ايه هو عايز يتكاثر عشان يعمل اغراق للمجتمع بجيل هو اللي شكله بجيل مؤدلج ايه ده معقولة اه صح التحليل بيقول كده انه هو يخلف جيل كتير يعمل تغيير دموغرافي في المجتمع وما فيش مانع يستخدم احاديث رسول الله عشان يعمل التغيير الديموغرافي ده يعمل ايه نكتر 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 احنا وعيالنا فانسيطر على المجتمع وما فيش مانع نقول ان احاديث رسول الله تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة من غير ما نفكر هو كان قصد رسول الله صلى الله عليه تناكحوا بلا جودة لا ان الله كتب الاحسان على كل شيء تناكحوا وكلفنا انفسكم ما لا تطيقون تم وكده احنا بنصدم احاديث رسول الله ببعضها وما حديث رسول الله صلى الله قال ليس للمريء ان يذل نفسه حديث عند اصحاب السنن قال وكلف يذل الرجل نفسه يا رسول الله قال ان يكلف نفسه ما لا يطيق وفكرة ان الولد بيجي برزقه اه فاكر لما جه اهل الله وقالوله لنا لله ان يختبرني وليس لي ان اختبر الله جاء عن سيدنا عيسى ان هو قال له انت مش بتقول ان ربنا يحميك ارمي نفسك من فوق شاهد قال اخسأ عدو الله الشيطان واللي كان بيكلمه اخسأ عدو الله لله ان يختبرني وليس لي ان اختبر الله ففكرة ان احنا نتكاثر عشان المباهاء حصلت المباهاء واصبحنا خمس العالم حصلت المباهاء لكن ما ينفعش ان المباهاء توصل الى حد زي ما حظنا رسول الله سلم قالوا او من قلة نحن يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكن كغساء السيل غساء السيل ده تشوف غساء السيل في ايه التكنولوجيا ما فيش تعليم ضعيف موارد موارد قليلة ليه عشان كل ده بتلتهمه الزيادة السكانية على فكرة ده على مستوى المجتمع وعلى مستوى الافراد تعالوا نشوف كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا وعلينا دلوقتي ان احنا نشوف موضوع الناس ده بمقصد حضرة النبي مش بيه اللي احنا عايزين نعيشه لان احنا لازم نحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن نكون مراد رسول الله عليه وسلم ان احنا نعيش في ذل ولا في مهانة ولا في قلة لكن اكيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلنا على ان يكون المؤمن قوي واحد ما عندوش موارد تكفي ولد واحد يجيب أربعة ولا خمسة إزاي مش ممكن يكون قصد رسول الله سلم تبقى أمة ضعيفة البنية وضعيفة العقل وضعيفة التنمية وضعيفة ده ويكون هو ده مقصد رسول الله سلم لكن لما نوصل لمرحلة إن الزيادة تبقى بهذه الصورة زيادة تكسر الظهر لا يمكن رسول الله سلم يكون قصد ده وبعض الأئمة فهموا مقصد رسول الله أنا مش هنجيب الكلام من عندنا بعض الأئمة زي مش باسة الإمام الشافي كثير من الأئمة قال إن في عصر الأزمات والفتن يفضل للإنسان إن هي ما تنجيبش وقال لو استددت الأزمات ما تتجوز أصلا إذا كان قادر على إنه ما يتزوجش ويتفرغ للعلم طب هم عايزين إيه؟ عايزين ناس تعزف عن الزواج؟ أكيد لا هم عايزين ناس تبقوا على درجة من الرشادة يبقى الإنسان رشيد الإنسان يبقى عنده وعي لأن الوعي قبل السعي بابه العلم قبل القول والعمل قبل ما تروح تعمل حاجة خليك عندك علم أهم علم في حياتنا هو إدارة الحياة الزوجية ما ينفعش تجد يقول للمرادك لازم تخلي في لازم تخلي في لا هي اللي عندها صحة ولا أنت عندك موارد تستطيع أن أنت تخلف من خلالها طب وإيه دوات أفضل طريقة لهدم البيوت أفضل طريقة لهدم البيوت طب أنت لو قلت لي أنا قادر دلوقتي هل أنت قادر تستمر في أنك أنت تصرف على أولادك هو دوات اللي احنا عايزينه بل الإنسان على نفسه بصيرة حضرة النبي بيعلمنا دائما وإحنا بنفكر في الأسرة نفكر بطريقة استراتيجية حضرة النبي اللي قال لنا الكيس ومن دانا نفسه وعمل إلى ما بعد الموت يما ما ينفعش أن أنت تبص تحت رجلك النهاردة أنت لازم تبص لمستقبل أولادك ومستقبل حياتك على مستوى الأفراد على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع مش بس الكلام على مسألة أن الزيادة السكنية بتدمر الأسرة بس بتدمر الأسرة كمان مش بتدمر المجتمع بس يبقى كل زوج وزوجة متجوزين حديثا لازم يشوفوا أن يركزوا بقى ويسمعونا وإحنا بيقول لهم الخبراء بيقول لهم إيه أن مع أول طفل النظام البيت بتغير البيت كله البيت كله بيتغير بنبتد نغير في مصرفنا بنغير في أظن وسائل النظافة للولد والزاكرة إحنا لازم وإحنا بنفكر في الخلفة بنفكر في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرجل راعن وهو مسؤولون عن رعياتي والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعياتي كلنا مسؤولين عن رعياتنا أول حمل بيفضل الناس تحوش له وديجي مصاريف الولادة ومصاريف العقل ومصاريف تكلفة الأولاد وتكلفة الأطباء فتاخد كل المسائل ونبتدي نتداين فأنت حضرتك عايز ما تفصلش ما بين الأطفال فإيه اللي حاصل فيحصل لك إغرق في الدين بعد أن تجيب الطفل ده تروح مجايب الطفل تاني وخلاص طب وده ما إيه اللي هيحصل هتدخل ابنك مدرسة إيه؟ أي مدرسة طب و هتقدر ترعي لا أنا مش هقدر أرعي لأن أنا عشتعل شغلانتين طب و إيه اللي حاصل؟ الولد يبقى ضعيف البنية العقلية وضعيف البنية الجسدية ولما الأطفال بيستمر حياتهم كده بيستمر كمان مصارفهم ويستمر كمان تكلفتهم أنا دلوقتي ما تجيش تقول لي خلي الأطفال دلوقتي ولا الأولاد دلوقتي أنا بكلمك أنت الأول أنت هتعمل إيه في مشكلتك دي دلوقتي؟ ما تجيش تقول لي زوجتك ما نخلي المجتمع يستخدم الجيوش المجيشة دي من البناء أدمين ونعمل تنمية سيدة أنا بكلمك دلوقتي عن مواردك خليني بس نتكلم بشكل واضح أنا أخوك وأنا أبوك لو أنت لسه تتجاوز فأنا أبوك فأنا أكلمك عنك أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في الورطة اللي أنت حضرت نفسك فيها وأنت قاعد بتفكر بهذه الطريقة السمجة اللي حضرت نمي ما قلكش عنها حاجة وفكرتك بأنك أنت ولا تقتلوا أولادكم خشية لاك ما فيش أولاد نحن بكلمك من قبل ما يبقى فيه أولاد الولد لما بيتولد فكل الأفكار الغير صحيحة وكل المعاني السلبية اللي عندك دي مش موجودة في الشريعة فكرة أن التحديد حرام والتنظيم حرام كل الكلام ده بالصحيح هتعمل إيه في حديث رسول الله سلم أن الصحابة كانت تعزل والقرآن ينزل يعني إحنا ما زن الكلام ده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هو رسول اللي عمل كده ليه؟ عشان يحرر الأمة من الأفكار والأوهام اللي عند اللي هتيجي بعد كده اللي تخلي الأمة تتفرم ويخلي الأسر تهلك تحت طائرة بعض الأفكار غير الصحيحة يا سادة إحنا مكملين كلامنا بعد الفاصل مكملين كلامنا عشان إحنا مش محتاجين إن إحنا ندمر بيوتنا ولا نأذي أولادنا أولادنا على فكرة ممكن ببساطة خالص أنا كمان مهتم بمسألة الأسر البديلة وأنا بشوف الأطفال بيحصل لهم إيه؟ لما ييجوا في أسر ما لهمش مكان لا في أكل ولا شرب ولا عيشة بيكون مكانهم فين كلنا عارفين الأولاد دولا بيكون مكانهم فين أكيد مكانهم مش البيت حتى لو كانوا في ركن في البيت فالركن ده ده ما بتشافش من كترته بعد الفاصل نكمل كلامنا ونكمان نستقبل أسراتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ولسا مكملين كلامنا عن الخلاف اللي ما بيحصل ما بين الزوجين على مسئلة الخلفة وكترتها وكنا وقفين قبل الفاصل وإحنا بنتكلم على إحنا عارفين أماكن الأولاد لما بتزيد البيوت وديق البيوت بأصحابها البيت الـ 24 متر ولا البيت الـ 30 متر والـ 40 متر ولا حتى الـ 50 متر يبقى إزاي فيه خمسة ولا ستة ولا سبعة يعيشوا فيش إزاي حضرات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب هذا التضييق حضرات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وده شكل من أشكال أن أنت تضيع أولادك مش هنفضل نتكلم في مسألة الزيادة السكانية كده طول حياتنا إحنا هنا في مجتمع المجتمع دوة محتاجين نواية بني محتاجين إن إحنا نعيش بشكل صحيح ويتبني من أول لبنة من لبنة الأسرة لازم أول حاجة على خليني نتكلم بكل وضوح وكل صراحة لازم بأول حاجة على أجندة التعارف والخطوبة مش أول حاجة يعني مش بس أنا في الإشارة الزواجي ما ينفعش أقول أول حاجة من أهم الحاجات إن إحنا نتفق عليها هو إن إحنا نتفق إن إحنا مش هنعمل أسرة تكون الأسرة دي مرهقة لنا وعلى فكرة الكلام ده مش بيقول للناس الأقل وعي لكل الناس كل الناس لازم تبطل تفكر بهذه الطريقة وعشان كده تعالوا نقول نأكد على إن الشرع لم يطلب مننا الاكثار من الأولاد بعيدا عن مسألة ما يتعلق بالأعباء المسألة مسألة إدارة للحياة إدارة للحياة بمعنى إيه؟ إن إحنا مش بنجيب أولاد عشان نرميهم في الشارع كلنا شفنا في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال لما بيترموا في الشوارع بيحصل لهم إيه؟ واللي أهلوهم ومرموهم لما مدروش على تربيتهم اتسرحوا في الإشارات إحنا عايزين نوقف الأمر ده لازم نوقف الأمر ده وننشر الوعي بشكل واضح وبشكل صريح كتير من الناس بيتصوروا إنهم كده بيقدموا خدمة للدين أقول لكم حاجة من دمر بالمرة فيه ناس بيحبوا فكرة إنهم يكسروا المسلمين فالواحد اللي مش عارف يدخل واحد في الإسلام يقول لك إيه أنا ههدي الإسلام طفل فيكتر من الأولاد كأنه بيعمل إيه؟ بيكتر مسلمين حاضرة النبي مش تطالب منك ده حاضرة النبي طالب منك حاجة واحدة أن ترعى إحنا بنكلمك ده عشان جودة الأسرة جودة الأسرة المصرية اللي بدأت الجودة تخف بدأت الجودة تخف ليه؟ عشان بيخف التعليم لما بيزيد الناس بيقل جودة التعليم لما بيزيد الناس بتقل جودة المزرعات بتقل الجودة في المجتمع كله تخيل لما ببساطة خالص مئة واحد عيشتركوا في شيء غير لما مليون واحد يشتركوا في شيء لو عايز تحافظ على أولادك مش أولادك تحافظ عليهم بمعنى أن أنت تجيب لهم فلوس لأتحافظ على أولادك كبنى قدمين الزيادة السكانية تهيني الإنسان الزيادة السكانية تهيني الإنسان فإحنا عايزين نحافظ على كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح فلو سمحت بعد إذن حضرتك ما تهنش أولادك ما تهنش المجتمع كله ما تخلهمش نهبة للأذى لو عايز تحافظ على أولادك تعال نفكر مع بعض تعال أول حاجة يا سيدي هقولك لو كنت مقبل على الزواج لو سمحت بعد إذن حضرتك دير مواردك ما تخلفش غير وإنت بتدير مواردك يعني إيه؟ لو مش قادر تخلف ما تخلفش غير لما تستطيع أن أنت تحافظ لإبنك على حياة كريمة وحياة محترمة لأن ما ينفعش تجيب الولد وبعد كده تبص تلاقي اللي أنجبته ده أفسد عليك حياتك أنت وزوجتك وهو مش على فكرة هو مظلومه وملوش دعوة هو عدم إدارتك لحياتك هو العمل ده ولذلك لما الناس كانوا بيقولوا ما نبتديش مباشرة بالخلفة دي قضية لإدارة الأسرة دي قضية من التعاون على البر والتقوى دي قضية مهمة جدا 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 لاحترام الولد اللي جاي عشان هو بنى آدم محتاج أنه لما ييجي ييجي في حالة تحترم آدميته مش لما ييجي الزوج يقول لزوجته خلاص أنا مش قادر أستتك أو مش قادر أخليكي فتبتدي هي تتحول إلى شخص مش عارف يعمل إيه مش عارف يلاحق على البيت منين أو يرمي لها الفلوس ويقول لها تصرفي تصرف أنها بدل ما كانت بتأكل هي وهو تتصرف وتأكل كمان طفل محتاج أدوات للنظافة لا كتير كتير يا جماعة لازم نفكر بطريقة مختلفة هل معنى كده أن احنا بيقول للناس ما تخلفوش يا جماعة ديروا المسألة ما ينفعش أن الناس تسقل على نفسها في أول الجواس طب أقول لكم حاجة تانية طب اللي عيخلف ده هو تدرب على أنه يبقى أب طب هي تدربت على أنها تكون أم ادوا لنفسكم فرصة أنا بتكلم لكل مستوات المجتمع اللي معندوش موارد محتاج أن هو يستنى شوية عشان يبقى عنده موارد طب والشخص اللي هو عنده موارد بس هو كمان محتاج أنه يتأهل أنه يبقى أب وهي تتأهل أنه يتأهل أنه يبقى أم احنا خلاص أهلناكم كمقبلين على الزواج فبيدوا أزواج لكن كمان محتاجين تتأهلوا عشان تبقوا أباء وأمهات فمحتاجين تتدربوا شوية لكن تجربوا في العيال موذوت مش من رعاية ده حضرت النبي حضرت النبي ده مش مراده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرادنا أنه إحنا لما نجي الرب الأولاد إيه اللي حاصل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتخنه لما تيجي تخلف خليك يغلب على ظنك أن أنت ستتقن الأبوة وإنت تتقن الأمومة وده محتاجة شوية نتدرب ونتأهل أصلاح مش جاي ينجأ أنا مش جاي في النهاردة أجامل لأن المسألة خرجت عن الحد أنا دايما بيكلمكم منتو مش بيكلم حد تاني بيكلم عن أوجعنا فلازم إحنا نسيب فرصة بعد الجواز ويا سلام لما كمان نستشير الأطباء هل ده ممكن في أول الجواز ولا مش ممكن الحاجة التانية المهمة جدا جدا إن إحنا لازم نعملها فلازم من أول خلص إيه التنظيم بيبتدي تنظيم الخلفة بيبتدي من أول لحظة كواست مش نسيبها فكرة لا لازم نكون متفقين عليها ها أمر التاني إحنا لازم يبقى عندنا خطة لتنمية الموارد عندنا في البيت لازم نشتغل عليها لأن إحنا لو عملناش كده مش هنكون جاهزين يبقى خطوة خطة للتأهيل للأبوين للأب والأم عشان يكونوا يستقبلوا الأولاد أمر التاني خطة لتكوين الموارد الحاجة التالتة والمهمة اللي إحنا لازم نعملها قبل ما نتكلم بقى للمجتمع كله بقى الحاجة التالتة اللي إحنا لازم نعملها بعد ما نحط خطة لتطوير مواردنا عشان نقدر نستقبل ابن جديد وما فيش منع أن إحنا نتكلم في ده بلاش فكرة أنت مش عايز تجيب أولاد مني أو أنت مش عايزة يجيلك أولاد مني بلاش التفكير بالطريقة دي إحنا عايزين نفكر إحنا لما يجينا ابن هل ده فعلا عايخلينا فعلا أن يكون مصدر للسعادة ولا حد يظن أن الإبن لأن ده بيسري للإبن هو في فطنه أمه بيسري إيه ده الحاجة التالتة اللي إحنا لازم نفكر فيها كأسرة إن إحنا كمان هنفكر إزاي هنقدر نخلي الولد ده ليه مستقبل حقيقي محترم لازم نفكر في التلات حاجات دي أول حاجة إحنا مؤهلين ولا لأ عشان نبقى أب وأم تاني حاجة إحنا إيه خطتنا إن إحنا نوسع مواردنا عشان نقدر نستقبل الأولاد عشان نقدر نستقبل ابننا الجديد الأمر التاني لازم عندنا خطة مستقبلة نفكر كمان بإن إحنا نباعد ما بينه وبين أخو اللي جاي عشان ما فيش واحد فيهم يخصم من البنوة ويخصم من الأمومة لازم يكون فيه فترة بينهم عشان كل واحد ياخد وقته عشان ده لما ينضج ويبتدي يمش ويبتدي يتحرك أقدر استقبل حد تاني لكن لما يكونوا مع بعض إحنا مش جايبين مش بنفرخ إحنا في الحقيقة عايزين أولادنا ييبوا أولاد معنا من معاني المحبة ومعنا من معاني كمان السعادة تعالوا نخلي أولادنا ييجوا وإحنا مرتحين بدل ما ييجوا أولادنا وإحنا مستهلكين فنحس إن أولادنا كانوا سبب من نقص في سعادتنا مش في زيادة من سعادتنا لما يكون مستعدين جاهزين ماشيين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادنا يكونوا معنا من معاني السعادة إحنا نكمل في الكلام عن المجتمع المجتمع كله لازم يفكر بالطريقة دي وإحنا جمال لازم نفكر في جودة البناء بنين أكثر من نفكر في العدد العدد لما بيبقى عدد زي ما حدث النبي قال كغساء السيل بيتحول إلى عبء ويتحول إلى استهلاك لكل مش احتياطي البلد من الموارد بل احتياطي البلد من الإنسانية هبي الله عليكم اتكلموا لو سمحتوا أهلوا الأئمة عشان اتكلموا في دافر خطب لو سمحتوا زودوا الندوات عشان الناس تفهم الكلام ده لو سمحتوا الأسر لما تتجمع مع بعض يوم الجمعة يتكلموا مع بعض في الموضوع ده خلوا الكلام ده كلام بيسري في المجتمع كله وما تخافوش على وجودكم وجودكم هيبقى بجودتكم هتحافظوا على وجودكم بجودتكم مش هتحافظوا على وجودكم بعددكم يا رب الناس كلها تفهم الكلام ده لأن المسألة بقت بصراحة زي ما بيقول كده المصريين المسألة بقت بايخة وبقت ايه لا تعالوا نتعاون مع بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى قالوا نتعاونوا على البر والتقوة تعالوا نتق الله سبحانه وتعالى في نفسنا وفي أولادنا ونمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مذكركم من صفحتنا ما زالت جسر موصول بنا صفحتنا صفحة بن نامج و لا تعسره اللي مليانة بأسباب الخير و بركة بوجودكم معنا على الصفحة دي اللي دايما بتفيدونا و دايما بتخليكم معنا و بتزودوا خيرنا و بركتنا و نفضل في مجالس العلم مع بعض وتعالوا نستقبل أول سؤال معنا الحجة فاتن الحجة فاتن إزاي حضرتك تفضلي سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته لو سمحتنا ليه بس استفسار تفضلي في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحم الله مريعن أعانى ابنه على بره صحيح إحنا عايزين نعرف إزاي نعين ولادنا على بره و هم دوقتي مسقلين بأعباءهم الخاصة و أعباء و أولادهم ما بيقدروش يزورونا في أوقات معينة كل ده فإحنا إزاي نعينهم على بره هقول لحضرتك شوية حاجات و ده الحديث دوت حديث مجموعة طرق و حسن تعالي بقى نقول بقى إيه الحكاية دي الحكاية عانت الأولاد على برنا بأكبر أكتر 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 أكبر أربع موارد أربع موارد أكتر أربع حاجات ممكن تعملوهم أول حاجة تعين أولادكم على بركم بحسن التربية وقول رب ارحمهما كما ربياني صغير يبقى حسن التربية أول حاجة عشان تعين أولادك على برك أحسن تربيته تاني حاجة عشان تعين أولادك على برك إيه اللي حاصل إنك تداوم معاهم العيش الحسن والعشرة الحسن خلاص هم كبروا تعشرهم بقى العشرة الحسنة وتكون معاهم يعني إيه تعشرهم عشرة حسنة ما تتحولش إلى عبق عليهم الحاجة الثالثة ترك الظلم فيما بينهم ما تظلمش حد فيهم ما تظلمش حد فيهم يعني إيه؟ ما تقزوش يبقى إيه ما تقزوش بس الأولاد ما يبصوش لفلوسك لكن إنت ما تظلمش حد فيهم ما تظلمش حد فيهم يعني إيه؟ ما يكونش واحد متجاوز اتنين فيروح ظالم أولاد دي من أجل أولاد دي لا ده نوع من أنواع الظلم آخر حاجة أنا بقول أكبر أربع موارد تحصل لك بر ابنك يبقى أول حاجة قلنا التربية تاني حاجة العشرة تالت حاجة العدل بينهم وعدم الظلم رابع حاجة مداومة النصيحة وكمان مداومة الرحمة أن أنت تكون ناصح ورحيم بيهم طول الوقت الأربع حاجات دول إيه اللي حاصل هم دول اللي يوصلوه أولادك لبرك مش أنك أنت تديهم فروس على طول مش هو ده اللي يوصلهم للبر ولا أنك أنت تجيب لهم حاجات وتشيل من عليهم أعباء الحياة مش هو ده اللي بيوصل للبر ممكن على فكرة تجيب لهم والأولاد يطلعوا طمعين يبقى الأربع حاجات دولة هم أهم حاجات عشان نوصل للبر يا حج فات السيد محمد من الأقصر يتفضل يبدو أن السيد محمد محتاج أنه يتصل بنا تاني يا فات يبقى نحن دلوقتي تكلمنا عن بر الأولاد بر الأولاد دولة لازم نفصل فيه ونقول شوية معلومات عن بر الأولاد الناس كتيرة بتفضل تهلك نفسها وتفضل تجيب فلوس وتدفضل تضح وحط نفسها في ساقية وتتصور أن الساقية دي أن الأولاد بصين على أنهم بالساقية دي وأن الأولاد هيكون ده كافي أنهم يبروهم بس في كتبنا حين ما بيكونش ده كافي لأن الأولاد بيبروهم بمقدار ما زرعوا فيهم وبانوا فيهم الإنسان وهو ده اللي بيخلي الأولاد يحسوا بأنهم محتاجين أن يبروا الأباء والأمهات السيدة ممبراهيم تتفضل من الجيزة تفضلي حاجة ممبراهيم سلام عليكم تكريميني بس عليكم سلام عليكم كاتوا تكريميني بأنك أنت توضط التلفزيون تسمعيني من التلفون لو تكرمتي ماشي ثانية واحدة أنا بواصي بحاول لو واصي أوه ثانية واحدة ثانية واحدة معاك ما معاك يا فانت تمام كده يلا تفضلي حاجة ممبراهيم السلام عليكم إزاي كاتتنا تفضلي يا أستاذ تفضلي السيادتك أنا الوقت عندي مشكلة العيالي يعني تفضلي بنتي الكبيرة مصممة على الطلاق ومعها بنتين معها ولد وبنت وجزها مش راضي يطلقها يعني دي أنا طلقتها أول مرة منه وردناها طلقتها أول مرة؟ أول مرة تطلقت وقعدت أنت اللي طلقتها ولا هي اللي طلقت؟ وهو مش راضي أصلا مش راضي يطلقها طيب أقولك تعملي أي حاجة ممبراهيم بس حاجة ممبراهيم أول حاجة بس الراجل لملموس ولا ملبوس الراجل ده بس عايز إيه؟ عايز يعيد تغيير فهمه اللي معنا الأسرة هو كل الحكاية بس أنه هو لازم يفهم أن الأسرة محتاجة رجل يستطيع أنه يحتوي ويستطيع أنه يكسب ويستطيع أنه يحمي أهل البيت إحنا عندنا مشكلة دلوقتي مشكلة لأنه إحنا ما بنقدرش نهأحل الناس أنه هم يعيشوا كأباء وكأمهات وكأزواج في البيوت فاللي حاصل أن بنتك معلش المرة الأولينية بما طلقتيها افتكرت أن الطلاق هو الحل مش أنه هي تتغير من الحل إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه بنتك محتاجة تغير من نفسها وزوجها كمان محتاجة يتغير من نفسه أنت لو بتقولي إيه الحل؟ الحل لا في إيدك ولا في إيدهم هم لازم يروحوا الخبير فخليهم يجون على مركز الإشارة الزواج بدور الإفتار المصرية نشوفها نعمل معهم إيه؟ لأن في الحقيقة هم واضح أن الحلول ما بينهم ما بقاش فيها حاجة لكن أنت لو لسه عايزة تشوفي حل بينهم ما هو إيه؟ أول حاجة أنهم لازم يعودوا مع بعض ويتكلموا ده لو مش موجود لازم نجيب ناس حكماء يعودوا معهم ده لو مش موجود يبقى لازم ما بقاش في حل غير أنهم لازم يبقى فيه خبير يتدخل لأن في حاجات ما بيبقاش الناس عارفينها من الإجراءات المهنية والإجراءات الفنية عشان نقدروا يخرجوا من ده يا سادة عايزين نتعلم أداب الفراء لما تفارق فارق بمعروف ولما تعيش عيش بمعروف لما تفارق فارق بإحسان خليك جميلة مفارقة عشان لربما تكون المفارقة دي باب جديد لللقاء وما تكونش نهاية مؤلمة لحياة عايشي لتأمانها الأولاد ما تخليش أولادك يأكلوا المرار اللي أنت هتصنعه أنت وزوجتك يا سادة البيوت مش مستحملة وعشان كده أرجوكم ما تحملوش البيوت فوق ما تطيق وعيدوا تفكيركم مرة تانية وتالتة وربعة قبل ما أي حد فيكم يزود عبق على البيت وخاصة استحلفكم بالله ما تخلوش أجمل حاجة فينا وأبرأ حاجة فينا وأطهر حاجة فينا وهم الأطفال أنهم يتحولوا إلى سبب شقائق الأسرة فكروا مليون مرة قبل ما تجيبوا طفل والطفل ده تيجوا بعد كده تحسسوه أنه كان سبب وجعكم وسبب ألمكم وانتو في كل لحظة بتعشوها وانتو مفاكرين أن الطفل دعب انتو اللي بتقزوه إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وممكن يكون تضيع من تعول مش بس وهو عايش قبل ما يوصل للدنيا كمان يا رب الهمنا السواب والهمنا التوفيق والهمنا المدل والهمنا الحكمة إن احنا نقدر بسهولة نوصل إن احنا ندير حياتنا بما يحافظ على نعمتك ويجعلنا دايما عاشين في راحة البال وفي السعادة والهنى بإنك تنظر إلى بيوتنا بالمواد دا والرحمة فندير هذه النعمة وما نظلمش حد ولا نظلم أنفسنا بإن احنا نجيبه للحياة وهو ما فيش أسباب الراحة دي يا رب الهمنا الحكمة الهمنا التوفيق والسداد وبإننا دايما في محل نظرك متنورين بنور الحكمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يجعلنا دائما في من ألهمتهم الصواب في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر